عزاءات الفلسفة كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة؟ المؤلف آلاندو بوتون العزاء بشأن مخالفة الآراء السائدة سقراط يمتلك كل مجتمع أفكاراً عما ينبغي أن يؤمن به المرء وعن كيفية تصرفه بحيث يتجنب التشكيك ومخالفة الآراء السائدة تقدم بعض هذه المعتقدات المجتمعية بصيغة واضحة في منظومة قوانين رسمية فيما تكون أخرى متضمنة على نحو كامل في مجموعة هائلة من الأحكام الأخلاقية والعملية توصف بكونها الفهم السائد تقرر ما ينبغي على المرء ارتداؤه والقيم المالية التي ينبغي تبنيها والأشخاص الذين ينبغي احترامهم والإتيكيت الذي ينبغي اتباعه وسيبدو الشروع بمساءلة هذه المعتقدات غريباً بل وعدوانياً إذ عندما يكون الفهم السائد متحرراً من المساءلة فإن هذا يعود إلى أن أحكامه شديدة الوضوح والمعقولية بحيث لا تكون هدفاً للتشكيك كان لليونانيين القدماء الكثير من معتقدات الفهم السائد وكانت تفرض عليهم بتصلب في إحدى عطل نهاية الأسبوع وبينما كنت أتصفح الكتب في مكتبة للكتب المستعملة عثرت على سلسلة من الكتب التاريخية الموجهة أساساً للأطفال تضم عدداً من الصور والرسومات التوضيحية كانت السلسلة تضم انظر داخل بلدة مصرية وانظر داخل قلعة ومجلداً اشتريته مع مجموعة من النباتات السامة انظر داخل بلدة يونانية قديمة كان الكتاب يشرح أن اليونانيين كانوا يؤمنون بآلهة كثيرة آلهة للحب والصيد والحرب آلهة مسؤولة عن الحصاد والبحر وقبل شروعهم بأي عمل كانوا يصلون لتلك الآلهة ويذبحون حيوانات في مقام مقدس في المنزل كان اليونانيون يشعرون بالتفاؤل بسبب امتلاكهم العبيد في القرن الخامس قبل الميلاد في أثنى وحدها كان يوجد ما بين ثمانين ومئة ألف عبد كما كان اليونانيون ميالين للنزعة العسكرية ويقدسون الشجاعة في المعارك وكي يعتبر المرء رجلاً حقيقياً كان عليه أن يتقن كيفية حز رؤوس الأعداء وكانت النساء خاضعات كلياً لسلطة أزواجهن وآبائهن لم يكن لديهن أدنى دور في السياسة أو الحياة العامة بل كن محرومات من الميراث أو من امتلاك المال لم تكن أي من هذه الأفعال جديرة بملاحظة معاصر سقراط كانوا يستشعرون بالإهانة والغضب لو تم سؤالهم عن سبب تقديم الديكة لأضحيات أسقليبيوس أو عن السبب الذي يحتاج فيه الرجال أن يقتلوا كي يكونوا ذوي قيمة كان سيبدو هذا التساؤل بليداً كما لو أنك تتساءل عن السبب الذي يكون فيه الربيع بعد الشتاء ولكن عدائية الآخرين ليست هي وحدها السبب الذي يمنعنا من مساءلة الوضع القائم إذ قد يتم إضعاف إرادة التشكيك الخاصة بنا على نحو كبير بفعل إحساس داخلي أن المعتقدات المجتمعية تمتلك أساساً منطقياً حتماً حتى لو لم نكن واثقين تماماً عن ماهيته لأنها نقلت إلينا عبر عدد كبير جداً من البشر خلال زمن طويل إننا نخمد شكوكنا ونتبع القطيع لأننا عاجزون عن اعتبار أنفسنا رواداً في اكتشاف حقائق لا تزال صعبة ومجهولة حتى الآن من أجل المساعدة في تجاوز خنوعنا نلجأ إلى الفيلسوف الحياة ولد في أثناء عام 469 قبل الميلاد ويعتقد أن والده صفر نيسكوس كان نحاتاً وأمه فايناريت كانت قابلة في فتوته كان سقراط طالباً لدى الفيلسوف أرخلاوس ثم مارس الفلسفة بعد ذلك من دون تدوين لم يكن يتقاض مالاً مقابل دروسه فانزلق نحو الفاقة ولم يكن لديه أدنى تعلق بالممتلكات المادية كان يرتدي العباءة ذاتها خلال العام ويكاد يمشي حافياً طوال الوقت كانت زوجته زانتيب سيئة الطباع عندما سئل عن سبب زواجه بها أجاب أن على مروضي الخيول تجربة أكثر الحيوانات جموحاً كان يقضي معظم وقته خارج المنزل يتحدث إلى أصدقائه في الأماكن العامة في أثناء كانوا يقدرون حكمته وحس فكاهته وقلة منهم كانت راضية عن مظهره كان قصيراً ملتحياً أصلعاً ذا مشية مترنحة ووجه منفر لكن سمته الأشد غرابة كانت عادة التقرب من الأثنيين من جميع الطبقات والأعمار والمهن لينطرهم بالأسئلة من دون أدنى شعور بالقلق من أن يعتبروه غريب الأطوار أو مسبباً للغيظ وذلك كي يفسر لهم سبب اعتناقهم معتقدات سائدة وما يعتبرونه مغزى حياتهم سلطة الفهم السائد كثيرون اعتبروا الأسئلة الجنونية واضطهده البعض وأرادت قلة قتله في مسرحية السحب لديونيسوس عرض أريستوفانيس أمام الأثنيين سورة كاريكاتورية للفيلسوف الذي بينهم الذي رفض قبول الفهم السائد من دون التمحيص في منطقه على نحو المفصل ظهر الممثل الذي يلعب دور سقراط على الخشبة في سلة معلقة برافعة إذ كان يدعي أن ذهنه يعمل على نحو أفضل في مكان مرتفع كان مشغولاً بهذه الأفكار المهمة إلى حد عدم امتلاك وقت للاغتسال ولذا كانت عباءته كريهة رائحة ولكنه كان على الأقل قادراً على مقاربة مسائل الحياة المحورية وكانت تتضمن ملمدى الذي يمكن أن تصل إليه وثبة البرغوث مقارنة بطوله كان أريستوفانيس يبين نقداً مألوفاً للمثقفين إنهم عبر أسئلتهم يشطون عن الآراء المنطقية أكثر ممن لم يعبد أبداً إلى تحليل المسائل بطريقة منهجية وبينما كان الناس العقلاء قادرين في أعين أريستوفانيس على الركون إلى معرفة أن البراغيثة تثب مسافة هائلة مقارنة بطولها كان سقراط في موقع المتهم بالتشكيك الجنوني بالفهم السائد وبترسيخ نهم منحرف للبدائر المجنونة المعقدة كيف يفكر المرء بنفسه؟ لا يساعدنا الفيلسوف على الاقتناع أن الآخرين قد يكونون على خطأ فحسب بل يقدم لنا كذلك طريقة بسيطة تمكننا من تمييز ما هو صحيح بأنفسنا قلة هم الفلاسفة الذين كانوا يمتلكون الحد الأدنى من الإحساس بما هو لازم للشروع بحياة تأملية لسنا بحاجة إلى سنوات من التعليم الرسمي والعيش المرفه يمكن لأي شخص يمتلك عقلاً فضولياً وحسن تنظيم ويسعى إلى التدقيق في المعتقدات السائدة أن يبدأ محادثة مع صديق في أحد شوارع المدينة بحيث يصل مقتفياً المنهج السقراطي إلى فكرة خلاقة أو اثنتين خلال أقل من نصف ساعة في عامه السبعين واجه سقراط إعصاراً ثلاثة أثينيين الشاعر ميليتوس والسياسي آنيتوس والخطيب ليكون اعتبروه رجلاً غريباً وشريراً ادعوا أنه رفض عبادة آلهة المدينة وأفسد النسيج الاجتماعي لأثنى عدا عن تأليب الأبناء على أبائهم وجزموا أن من الواجب إسكاته وربما قتله كانت مدينة أثنى قد كرست إجراءات لتمييز الصح من الخطأ في الجانب الجنوبي من الساحة كانت تنتصب محكمة المحلفين وكانت المحاكمات تبدأ بخطاب افتتاحي للإدعاء يليه خطاب الدفاع ثم تقرر هيئة المحلفين التي يتراوح عددها بين 200 إلى 2500 أين تكمن الحقيقة؟ عبر التصويت أو رفع الأياني وقد كانت طريقة إقرار الصح من الخطأ عبر إحصاء عدد أنصار أحد الطرحين مستخدمة في جميع نواحي الحياة السياسية والقانونية الأثينية كان ثمة 500 مواطن في هيئة المحلفين يوم محاكمة سقراط بدأ لإدعاء كلامه عبر دعوتهم للتفكير فيما إذا كان الفيلسوف الماثل أمامهم رجلا شريرا كان قد شكك في الأشياء تحت الأرض وفي السماء كما لجأ إلى أدوات بلاغية مراوغة لجعل الحجج الضعيفة تغلب القوية عدا كونه ذا تأثير فاسد على الشباب حاول سقراط الرد على الاتهامات بأنه لم يطرح يوما نظريات بشأن السماوات أو يشكك بما هو تحت الأرض وأنه لم يقدم على إفساد شأن أثنى كل ما في الأمر أن بعض ذوي الشأن من أبناء الأثرياء ممن كانوا يمتلكون وقت فراغ كبير كانوا يقلدون منهج تساؤلاته ليزعجوا الأشخاص البارزين عبر إظهارهم بمظهر الجاهلين وأقر أنه قد عاش ما يمكن اعتباره حياة غريبة تجاهلت الأشياء التي تهم معظم الناس كنز المال إدارة عقار اكتساب مكانة عسكرية أو مدنية وغيرها من مظاهر السلطة ومع ذلك كان الدافع إلى سعيه نحو الفلسفة مجرد رغبة بسيطة بتحسن حيوات الأثنيين حاولت إقناع كل منكم ألا يفكر بانتهاز الفرص العملية بقدر أكبر من صلاحه العقلي والأخلاقي كان التزامه بالفلسفة كما فسر بأنه كان عاجزاً عن الإقلاع عن هذا النشاط حتى لو قررت هيئة المحلفين أن يكون هذا شرطاً لتبرئته سأتابع التحدث بطريقة المعتادة صديق العزيز أنت أثني وتنتمي إلى مدينة تعد الأعظم والأشهر في العالم بسبب حكمتها وقوتها ألا تشعر بالعار لأنك تهتم لكنز أكبر قدر من المال وكذا من السمعة والمكانة من دون أن تكترث أو تفكر بحقيقة وفهم وكمال روحك كان قد حان دور المحلفين الخمسمائة للبث بالقضية وبعد مداولة قصيرة قرر مئتان وعشرون منهم أن سقراط غير مذنب واعتبره مئتان وثمانون أنه مذنب رد الفيلسوف بسخرية لم أكن أظن أن الفارق سيكون ضئيلاً إلى هذا الحد ولكنه لم يفقد الثقة لم يكن ثم تتردد بل حافظ على الإيمان بالمشروع الفلسفي الذي ثبت في نهاية المطاف أن غالبية 65% قد أساءت فهمه لو لم نحافظ على رباطة جأش كهذه وكنا عرضة للبكاء بعد مجرد سماع بعض كلمات قاسية بشأن شخصيتنا أو إنجازاتنا قد يكون ذلك لأن موافقة الآخرين تشكل جزءاً جوهرياً من قدرتنا على الاقتناع أننا على حق ما ينبغي أن يقلقنا ليس عدد الناس الذين يعارضوننا بل مدى قوة الأسباب التي تدفعهم إلى فعل هذا ولذا ينبغي علينا تحويل انتباهنا بعيداً عن وجود مخالفة الأراء السائدة باتجاه تفسير أسباب ذلك وقد يكون من المخيف أن نسمع أن نسبة عالية من المجتمع تعتبرنا مخطئين ولكن قبل التخلي عن موقفنا لابد لنا من التدقيق في المنهج الذي توصلوا عبره إلى نتائجهم إن مدى منطقية منهج تفكيرهم هو الذي ينبغي أن يحدد القيمة التي سنسبغها على معارضتهم لرأينا نبدو مبتلين بنزعة المعارضة أن ننصط إلى الجميع أن تزعجنا كل كلمة قاسية وملاحظة هازئة ونخفق في أن نطرح على أنفسنا السؤال الجوهري على أي أساس يتم توجيه هذا التقريع القاسي كما نتعامل بالجدية نفسها مع اعتراضات الناقل الذي يفكر بإنصاف ودقة واعتراضات الناقل الذي تصرف بدافع من البغض والحسد وعلينا أخذ ما يلزمنا من الوقت للنظر إلى ما وراء النقد إذ كما علمنا سكراط قد يكون التفكير من أساسه شديد الانحرف بالرغم من مدى الجهد المبذول لإخفاء هذا إذ ربما كان منتقدون قد تسرعوا في نتائجهم تحت تأثير أمزجة عابرة ربما تصرفوا بدافع من الهياج والتحامل واستغلوا مكانتهم لإسباغ قيمة على إحساساتهم العزاء بشأن الافتقار إلى المال أبي قور أرد أبي قور عام 341 قبل الميلاد اهتم بالفلسفة باكرا وسافر في عمر الرابعة عشرة لحضور دروس الفيلسوف الأفلاطوني بانفيلوس والفيلسوف الذري نوسيفانيس ولكنه أدرك عدم قدرته على الموافقة على كثير مما علموه فقرر في نهاية عشريناته تنظيم أفكاره بحيث يؤسس فلسفته الخاصة للحياة مميز فلسفته كان تأكيده على أهمية اللذة الحسية اللذة هي منطلق وغاية الحياة السعيدة أقر الفيلسوف بعشقه للطعام الممتاز منطلق وجذر كل خير هو لذة المعدة حتى الحكمة والثقافة ينبغي إخضاعهما لهذا المبدأ إذن الفلسفة الممارسة على نحو ملائم ليست سوى دليل على اللذة فالإنسان الذي يدعي عدم استعداده للفلسفة بعد أو أن الوقت قد فات على هذا يشبه الإنسان الذي يقول إنه صغير جدا أو كبير جدا على السعادة في قلب الأبي قورية تتركز الفكرة القائلة إننا سنكون طائشين عند الرد على نحو حدسي على سؤال ما الذي يجعلني سعيدا؟ كما لو أنه هو سؤال ما الذي يجعلني بصحة جيدة؟ فالإجابة التي ترد إلى الذهن على نحو عاجل تميل عادة إلى أن تكون خاطئة ولا تظهر أرواحنا علالها على نحو أكثر وضوحا من أجسادنا ونادرا ما تكون تشخيصاتنا الحدسية أكثر دقة قد يشعر شخص ما بالسخط وهو يعاني من صعوبة الاستيقاظ صباحا فيكون نكدا وفضا في التعامل مع عائلته على نحو حدسي سيسارع إلى وضع اللوم على مهنته ويبدأ البحث عن عمل بديل برغم التكاليف الباهظة لفعل كهذا مقررا بسرعة أنه سيكون سعيدا في حرفة بيع الأسماك اشترى رجل شبكة وكرسيا باهظ الثمن ومع هذا لم يهدأ اكتئابه غالبا ما نكون مثل مريض يجهل سبب علته ولذا نلجأ إلى الأطباء لكونهم يفهمون علالنا الجسدية وينبغي أن نلجأ إلى الفلاسفة للسبب ذاته عندما تكون روحنا عليلة ونحكم عليها وفقا لمعيار مماثل كما لا يكون للطب أي نفع عندما لا يتخلص من العلة الجسدية ستكون الفلسفة غير ذات نفع إذا لم نتخلص من معاناة العقل كان من واجب الفلسفة بحسب أبي قور مساعدتنا على تأويل نوبات اليأس والرغبة الغامضة التي تعترين وبذات تنقذنا من النماذج الخاطئة للسعادة السعادة لائحة ممتلكات أبي قورية واحد الصداقة من بين جميع الأشياء التي تمنحها الحكمة لتساعد المرأة على عيش حياة كاملة مليئة بالسعادة يعتبر امتلاك الأصدقاء أعظمها على الإطلاق لا يقوم الأصدقاء الحقيقيون بتقييمنا تبعا لمعايير دنيوية بل إن جوهر الذات هو ما يهتمون به اثنان الحرية قام أبي قور وأصدقاؤه بمبادرة راديكالية كي لا يضطروا للعمل لدى أناس لا يستسيغونهم ومواجهة نزوات مهينة محتملة أقصوا أنفسهم عن العمل في العالم التجاري لأثناء يجب أن نحرر أنفسنا من قيد الشؤون والسياسة اليومية فاشتروا حديقة قرب منزلهم وزرعوا أصنافا متنوعة من الخضار لأجل طعامهم راضين بأبسط مظاهر الحياة مقابرة لاستقلالية ثلاثة التفكير لتوضيح ما هو جوهري في الحياة وما يمكن أن يضيع دون ندم كبير لو حرم المرء من الرفاه بفعل الأجور الاجتماعية أو الاضطراب الاقتصادي قام أبي قور بتقسيم حاجاتنا إلى ثلاثة أصناف فيما يخص الرغبات بعضها طبيعي ولازم وبعضها الآخر طبيعي وغير لازم وثم ترغبات ليست طبيعية ولا لازمة طبيعية ولازمة الأصدقاء والحرية طبيعية وغير لازمة منزل كبير حمامات خصوصية ليست طبيعية ولا لازمة الشهرة السلطة عند توضيح العلاقة الأبي قورية بين المال والسعادة في مخطط بياني سنجد أن قدرة المال على تحقيق السعادة حاضر أساساً في الرواتب الصغيرة من دون أن ترتفع إلى الرواتب الأكبر لن يقل إحساسنا بالسعادة مع الإنفاق الأكبر ولكننا لن نتخطى مستويات السعادة المتوفرة أساساً للذين يتقاضون دخلاً محدوداً كما يؤكد أبي قور لو كانت الأشياء النفيسة عاجزة عن توليد السعادة المنشودة لما ننجذب إليها بهذه القوة إذن؟ لأن الأشياء النفيسة قد تبدو حلولاً معقولة للحاجات التي نعجز عن فهمها إذ إن الأشياء تماهي مادياً ما نحتاج إليه سيكولوجياً إننا بحاجة إلى إعادة تنظيم أذهاننا ولكننا ننجذب إلى الرفوف الجديدة فنشتري سترة من صوف كشميري لتحل محل أحاديث الأصدقاء لا ينبغي أن نلام وحدنا على ارتباكنا إذ أن فهمنا الضئيل لحاجاتنا يتعزز بما يسميها أبي قور الأراء التافهة الخاصة بمن يحيطون بنا والتي لا تعكس الهرمية الطبيعية لحاجاتنا بل تركز على الترف والممتلكات ونادراً ما تتطرق إلى الصداقة والحرية والتفكير هيمنة الرأي التافه ليس مصادفة على الإطلاق إذ أن مصالح المشاريع التجارية في تشويه هرمية حاجاتنا تتسبب بترويج رؤية مادية عن الخير وإخفاء الرؤية الأخرى اللامادية في جنوب غربي فرنسا على قمة تل من الغابات على بعد 30 ميلاً شرق بوردو توجد قلعة جميلة مبنية من حجارة صفراء وسقوف من الأحمر الداكن كانت القلعة منزلاً لنبيل في منتصف العمر مع زوجته وابنته وخدمهم وحيواناتهم كان جد ميشيل دومونتين قد اشترى هذا العقار عام 1447 وأضاف إليها أبوه عدة أجنحة ووسع الأرض الصالحة للزراعة وبدأ الولد الاعتناء بها منذ سن الخامسة والثلاثين برغم اهتمامه الضئيل بإدارة العقارات ومعرفته التي تكاد تكون معدومة بالزراعة وكان يفضل قضاء وقته في مكتبة دائرية في الطابق الثالث من برج يقع تحت أحد أركان القصر أقضي معظم حياتي هناك ومعظم ساعاتي كل يوم تعلم اللاتينية كلغة أم وفي السابعة أو الثامنة كان قد قرأ كتاب التحولات لأوفيد وقبل أن يبلغ السادسة عشرة كان قد اشترى مجموعة أعمال فيرجيل وكذا كان إخلاصه للكتب بحيث قام بعد عمله كمستشار في برلمان بوردو مدة ثلاثة عشر عاما بالتقاعد لتكريس نفسه كليا للقراءة كانت القراءة هي مصدر الراحة في حياته كانت مصدر تعزيتي في عزلتي كانت تريحني من وطأة التبطل الباعث على الاكتئاب ويمكنها في أي وقت أن تخلصني من الرفاق المملين وكانت تخفف نوبات الألم حين لا يكون الألم مستعصيا أو شديدا إلى درجة كبيرة الالتجاء إلى الكتب هو كل ما أحتاج إليه كي أطرد الأفكار الكئيبة ولكن رفوف المكتبة بكل تضميناتها لاحترام لا نهائي لحياة العقل لم تكن تروي القصة كاملة إذ على المرء أن ينظر مليا حول المكتبة يقف في منتصف الغرفة ويرفع رأسه إلى السقف في منتصف سبعينات القرن السادس عشر كان منتين يمتلك مجموعة من سبع وخمسين لوحة لعبارات محفورة مستقات من الكتاب المقدس والكتب الكلاسيكية في كل زوايا الأعمدة الخشبية وكانت جميعها تشير إلى بعض الملاحظات المهمة بشأن ملافع انتلاك العقل الحياة الأكثر سعادة هي أن تعيش من دون تفكير سوفوكليس هل رأيت رجلا يظن أنه حكيم بإمكانك أن تأمل بقدر أكبر من النفع من مجنون أمثال ليس ثمت يقين أشد من اللايقين ولا شيء أكثر بؤسا وافتخارا من الإنسان بليني في المناقشات التوسكولانية حيث كان ثمت نسخة منها في المكتبة الدائرية كان ششرون قد أغرق في مديح منافع العمل الفكري ليس ثمت مهنة أجمل من البحث الفكري البحث هو الوسيلة لزيادة معرفتنا طالما أننا في هذا العالم بشأن لا نهاية المادة وجلال الطبيعة والسماوات والأرض والبحار علمنا البحث الورع والاعتدال إنه ينتشل أرواحنا من الظلمة ويبين لنا كل الأشياء وبرغم امتلاكه ألف كتاب وانتفاعه من تعليم كلاسيكي إلا أن هذا المديح أغاضه إذ كان يتعارض بشدة مع روح الكتابات على أعمدة مكتبته بحيث يعبر عن سخطه بصراحة الإنسان كائن مسكين أنصت إليه وهو يتبجح فحسب هل هذا الكائن هو من يمثل مزايا الرب العظيم في الواقع ثمت آلاف من النسوة العاديات ممن عشن في قرىهن حيوات أكثر لطفاً وهدوءاً واستقراراً من شيشر عن العجز الفكري لو كان الإنسان حكيماً فإنه سيخمن القيمة الحقيقية لأي شيء عبر مدى نفعه وملاءمته لحياته فقط ذاك الذي يجعلنا نشعر بالتحسن هو ما قد يستحق الفهم ما ينبغي أن يبدو عليه الأذكية من السائد أننا نتعامل مع كتاب شديد الذكاء عندما لا نفهم فحواه لا يمكن في نهاية المطاف شرح الأفكار العميقة بلغة الأطفال ومع ذلك بالكاد يمكن توصيف ترافق الصعوبة والعمق بكونه برهاناً واضحاً على وجود حراف سائد في المجال الأدبي مستمد من الحياة العاطفية حيث يمكن للأشخاص الغامضين والمحيرين أن يشكلوا مصدر احترام في العقول المتواضعة يعدز عنه الواضحون والموثوقون لم يكن لذا مونتين أدنى توجس من الاعتراف بمشكلته مع الكتب الغامضة إذ كتب أعجز عن إقامة علاقة طويلة معها أكتفي بحب الكتب السهلة التي تحفز اهتمامي لست مهيئاً لإرهاق عقلي من أجل شيء ولو كان هذا بهدف التعلم بصرف النظر عن مدى قيمته كل ما أبتغيه من الكتب هو منح لذة لنفسي عبر تسلية محترمة ولو صالفت مقاطع صعبة أثناء قراءتي لن أقدم أظافري بسببها بعد محاولة أو اثنتين سأتركها من أين ينبغي على الأذكياء استقاء أفكارهم من أناس أكثر ذكاء منا ينبغي عليهم قضاء وقتهم في الاقتباس وإدراج تعليقات بشأن السلطات العظيمة التي تحتل الأغصان العليا لشجرة المعرفة يجب أن يكتبوا رسائل فلسفية عن الفكر الأخلاقي لأفلاطون وأخلاقيات ششرون كان مونتين يدين كثيرا لهذه الفكرة فوضع مقاطع متكررة من التعليقات في المقالات ومئات الاقتباسات من مؤلفين كان يعتبرهم قد التقطوا نقاطا بدقة وسلاسة أكبر من قدرته هو من المغري اقتباس المؤلفين حيث يعبرون عن جوهر أفكارنا ولكن بوضوح ودقة سيكولوجية لا يمكننا مضاهاتها إنهم يعرفوننا أفضل مما نعرف أنفسنا